من الشخصيات اللي كلنا بنحبها دايما في أفلام الزمن الجميل شخصية الشرير اللطيف كلنا نفتكر مثلا استفان رستي شخصية ممكن تحبها وتكرهها في نفس الوقت السنة دي دراما المتحدة قدمت لنا فيلم أو مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان الفنان هشام عطوى قدم شخصية الشرير اللطيف من خلال دوره دياب الأصفر اللي سمع وعلم مع الناس قدمه كده باحترافية واقتدار ومعلمة دور ما يعديش عليك بسرعة دور ممكن تقف عنده عند تفاصيله طريقة التمثيل وطريقة الأداء كمان هشام عطوى في شخصية دياب الأصفر طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر وكواليس مسلسل المعلم من النجم هشام عطوى اللي بنوارنا دلوقتي في الستوديو اللي مثل شخصية الشرير الكاريزماتيك اللي عنده كاريزمة مختلفة أهلا بيك وصباح الخير وصباح الخير عليك في صباح الخير يا مصر وكل سنة أنت طيب صباح الخير على حضراتكم وكل سنة وحداتكم طيبين ومصر كلها طيبة بخير نفعش مسم رمضاني عدي من غير ما يبقى مصطفى شعبان متواجد ومسلسلاته ليها جمهور في الشارع بيحبوا جدا وبيتابعوا إحساسك إيه بعد نجاح شخصية دياب؟ أنا مبسوط جدا يعني أنا مع حضراتكم سعيد وبشكركم طبعا على اللقاء اللي في صباح الخير دياب الأصفر في المعلم مختلف عن أي دور أنا ممكن أكون قدمته قبل كده وخصوصا مع مصطفى لأنا اشتغلت مع النجم كبير مصطفى شعبان فأكتر من مسلسل بس المرة دي الحكاية مختلفة يعني أنا أممكن في باب المجال كنت طالع صديقه صديق البطل المحامي الطيب أكتر حاجة يعني شدتني أن أنا أشتغل على الدور ده فكرة أنه هو شرير يعني وده موجود كتير في المجتمع حد بتاع مصلحته حد أنا أنا ابن عمه والمفروض وجوز أخته وأخه امراته يعني احنا في صلة قرابة كبيرة جدا بيننا ومن بعض لكن دياب الأصفر بدور على مصلحته فوق أي حد أنا كان عندي بقى سؤال يعني محيرني جدا في المسلسل هل أنت دياب الأصفر عشان اسمك دياب الأصفر أو دياب الأصفر اللي هو لما حد يبقى سفر أصفراني أصفراني يعني هو شخصية بيحقد طول الوقت على المعلم على فكرة أنه هو دايما المهم بالنسبة لأسريته دايما هو المهم بالنسبة لعيلته هو اللي كافح على العيلة لأنه المسلسل بتكلم عن رحلة صعود المعلم أو استرداده لحقه مرة أخرى من خلال أنه والده اتأذى من خلال الناس اللي حواليه في السوق أو تجار المخدرات فهو في رحلة عودة الحق أو انتقامه لفكرة أنه يرجع حق والده تاني هو طول الوقت باصس على مصلحته مش باصس على مصلحة حد لا مصلحة أخته ولا مصلحة زوجته ولا عمه ولا ابن عمه وهو بس باصس على مصلحته الخاصة وهو ممكن اشتغل مع أي حد مع أعداء ابن عمه ماشحة من المشاهد هشام يعني بتقول كمان بتكلم حادي بتقول مصلحتك أهم مصلحتك أهم من أخوكي وأختك وكل حاجة دي أهم حاجة في الدنيا لا بصي خلي عينك على المصلحة مصلحة ده كل ما أشوفه أفتكر دور الشر اللي بلعبه لعبتها إزاي الفكرة دي نكتقدم الشرير بشكل لطيف بشكل ممكن أقول مثلاً إنه المشاهد ممكن في بعض المشاهد يتعاطف معك هقول لحضرتك بيصدقك ويتعاطف معك أنا أنا مصدق اللي أنا اللي أنا بعمله وعملته بصدق يعني وهو الشخصية أنا انجزبتلها اللي أنا اشتغلت عليها بجد ساعدني في دوة المخرج الأستاذ مرقص عادل الحقيقة والكواليس بتاعة مصطفى شعبان كمان كواليس ممتعة جداً للغاية يعني إحنا كنا بنقعد نعمل بروفات عشان نشتغل على الشغل بشكل عام كل المشاهد قبل ما بنصورها بنقعد نقراها مع بعض بنقعد نقطعها مع بعض بروفة الترابيزة بروفة الترابيزة قبل ما نبتدي التصوير أكيد في ملاحظات بيوجهها لنا المخرج وبالتالي انت بتقدر ما تخشش قوي في منطقة ان انت تتكره قد ما اللي كان جميل قوي في الدور ان هو كمان دمه خفيف يعني هو بيدور على مصلحته بلطافة يعني هو راح باع البيت بتاع المعلم لعدو المعلم وباعه بملايين وفرق معاه انه يطلع فيه 200 جنيه مقطوعة او فلوس نقصة هو بيع بفلوس قد كده تواخد فلوس قد كده اه اواخد 2 مليون جنيه في البيت وفرق معاه انه فيه 1000 جنيه نقصين طيب احكينا عن كواليس ترشيحك للدور انت اشتغلت قبل كده مع مصطفى شعبان كذا مرة كيميا ببينكو كويسة جدا كواليس ترشيحك اتعمل ازاي اه هو نج مصطفى شعبان الحقيقة اللي اتكلم مع المخرج ومع المؤلف انه انا اعمل الدور ده اه يمكن فيه تاريخ كبير بيجمعني مع اه مصطفى لانه احنا يمكن كنا مع بعض في الجامعة وفريق المسرح في الجامعة فهو ممكن يكون عارف تفاصيل ممكن الاخرين ما يكونوش عارفينها عني يعني اشتغلت انا هو بزمان واحنا طلبة في المسرح اكتر من مرة واكتر من عرض مصرح وسافرنا مع بعض كتير فهو فيه تفاصيل احنا قريبين من بعض هو ممكن يبقى شايف انه ده يطلع مني وبالتالي لما رشحنا للدور وبدأنا نشتغل الحمد لله كان رد الفعل كان قويس المعلم مع اول حلقات اتظلم شوية في السوشيال ميديا كان فيه كلام كتير جدا بيقارن المسلسل بشادر السمك فيلم الشهير طبعا اللي كان المخرج علي عبدالخالق وبطول التحمد زاكي ونبيل عبيد لكلنا عارفينه يعني وبدأ كلامي يتكتب انه صراع الخير والشر هو شبه الفيلم اللي احنا كلنا عارفينه فيلم شادر السمك شفت ده ازاي لا هو الحقيقة بعيد خالص عن شادر السمك كل اللي بيتماس مع الموضوع انه بيدور في سوق سمك او البطل المسلسل هو تاجر سمك لا هو بالشادر السمك لانه ممكن في شادر السمك هي رحلة صعوده الاستاذ احمد زاكي كانت من بداية انه هو شغال في السوق ولسه بسيط لغاية ما بقى هو مسيطر على السوق كله اما في مسلسل المعلم لا خالص هو الراجل كان والد المعلم اللي هو مصطفى شعبان استاذ عبدالعزم خير هو كان تاجر كبير جدا وكان مهم جدا وبعدين اتظلم انه اتهم في حاجة انه بيتاجر في المخدرات بالتالي ابنه بيبتدي بيحاول استرجاع الحق بتاع والده الحق اللي هو اتاخد منه يعني بعيد اعتقد خالص عن الفيلم هشام انت كمان مخرج ومصمم مستعرضات اه مخرج مش بس انك ممثل بعين المخرج بقى ايه المسلسلات اللي انت تفرجت عليها والعمال اللي تفرجت عليها السندي في الموسم الرمضاني لو كان عندك وقت تتفرج اكيد وحسيت انه العمل ده كمان حلو قوي الحقيقة السندي الدراما في رمضان كان الدراما متميزة جدا الشركة المتحدة يعني طرحت مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات فيها فرايتي يعني كان فيها فيها حاجات كتير جدا متنوعة اه بعض المسلسلات كنت بشوف منها بعض الحلقات لان احنا ممكن كنا بنصور لغاية اخر ايام في رمضان يعني شفت الحشاشين الصورة البديعة اللي حصلة في الحشاشين الملابس الفخمة الانتاج الضخم جدا اللي هو بيعيد الرياضة مرة اخرى للدراما المصرية بشكل امام العالم وامام بالوطن العربي طليق بالقوى النعمة المصرية انه انت تتفرج على جودر الف ليلة وليلة مرة اخرى فمعمول بشكل بديع جدا كتابة من استاذ انور عبد المغيس والاستاذ اسلام خيري كمخرج الحقيقة الاستاذ ياسر جلال يعني عاملين ملحمة فنية على مستوى الاداية وعلى مستوى الحدوتة وعلى مستوى الصياغة البصرية كمان وفي مجموعة كبيرة من المسلسلات يعني فيه مسلسلات 30 حلقة وفيه مسلسلات 15 حلقة انت عايز تتابع ايه بقى بعد اما الموسم كله خلص كده وقدرت انك تكون وجهة نظر بعد ما كل حاجة خلصت عايز دلوقتي بقى تبتدي في ايه لا انا هتفرج على مسلسلات كلها بقى يعني واحدة واحدة اتفرج على مسلسلات لانه ايه ممكن كنا بتتفرج على حلقة او فيه حلقات ما بنظرش نشوفها لانه بالضبط كده ناس كتير جدا ما عرفوش انه الاستاذ هشام عطوى يعني هو رجل اداري في المجال الثقافي لسنوات طويلة جدا يعني هو كان رئيس الهيئة العام لخصول الثقافة سنوات عديدة كان مدير مسرح الطليعة الهناجر الشباب هو اللي دخل مسرح السامر يعني انا اتقلت بحركة اكتر من مرة كوظيفة يعني شخص مسؤول ثقافي وده هل نسأل حضرتك انه الفترة اللي فاتت كلنا بنسمع اسم هشام عطوى الرجل الذي يعمل في الادارة الثقافية في وزارة الثقافة الادارة خديتك من فن يعني كل السنين اللي فاتت شغل هيئة قصول الثقافة وده مؤسسة مهمة جدا طبعا في الحياة الثقافية المصرية او غيرها من العمل الاداري في المسرح سرق هشام عطوى الفنان او خد من هشام عطوى الفنان هقول لحضرتك هي فكرة ادوار انت بتقدم دورك تجاه وطنك بتقدم دورك انت ممكن تعتقد انه ممكن اكون انا اتخذت شوية من العمالة الفنية كمخرج او كموسل وانا برضو دوري ان انا بشتغل في نفس المؤسسة الثقافية بشتغل في نفس المهنة ممكن ما كونش انا بخرج بس ممكن اكون بساعد مخرجين شباب ان هم يتقدموا ممكن ما كونش انا بمثل بس بطلع ممثلين جداد سواء في الهاية العامة الاصول الثقافة او في قطاع الفنون الشعبية والاستعرضية او في الاناجر او في كل الاماكن الادارية اللي انا قدرتها انا كنت بقدم دور برضو ايضا دور فني ومن وقت الاخر كنت ببقى لها تجارب في الاخراج يعني انا عملت البقاساء في المسرح القومي عملت كاليجولا في الطليعة وعملت في قطاع الفنون الشعبية والاستعرضية وعملت في الاناجر ويمكن كمان على مستوى القطاع الخاص انا اخرجت اكتر من عمل وما كنتش من وقت الالتاني كنت برضو بمثل يعني مكنش بسيب الشغل عيلك دايما على التمثيل الحقيقة يعني على التمثيل وعلى الاخراج انا بس شوية الادارة اللي لها اعباء وليها اهتمامات لانه يمكن وانا في الهاية العمل اوصول ثقافة كنت بحتاج ان انا ابقى موجود في كل المحافظات طول الوقت لان احنا كان يما عندنا مشروعات ثقافية يما عندنا افتتاحات لمواقع جديدة سواء من مسارح او مقصول ثقافة فده يمكن شوية اللي كان بياخدني لكن انا كنت من وقت للتاني بيامارس الاخراج وممارس التمثيل يعني حليك قلت كلمة مهمة جدا من شوية انا يمكن ما بمارس الاخراج لكن بساعد مخرجين جداد او بساعد ممثلين جداد مين الممثلين الجدادة اللي يمكن شفتهم في الموسم ده وحسيت انه شطرين قوي ادوارهم مهمة عاملين ادوارهم كويس بشكل كويس جدا مين لفت نظرك؟ الحقيقة فيه مجموعة من الممثلين الشباب اللي موجودين في كانوا في مسلسل حشاشين ممتازين جدا فيه اسؤالة كمان يعني فيه جيل من الممثلين انا اشتغلت معاهم وقت ما كنت مدير زي وليد فواز مثلا يعني ممكن اول ما وليد فواز بدأ يشتغلكت تانا اللي مقدمه في مسرح عامل هو شغل السنة دي ممتاز ممتاز الحقيقة وليد فواز وشباب كتير مش بس وليدي يعني انا مش عايز الاسامة بس تبقى لكن حاسس انه فيه جيل جديد طالع مهم وقدر ان هو يشيل المهنة دي جدا طبعا طبعا وممكن النتيجة واضحة يعني اللي حاصل السنة دي انه فيه تمازج ما بين الأجيال صحيح الجيل القديم يعني المعلم مثلا فيها مجموعة كبيرة جدا من الممثلين سواء على مستوى الجيل القديم او جيل الوسط او حتى جيل الشعب ماجر احمد ماجر احمد صهر الصيق طبعا طبعا مجم الكبير وستاذ مصطفى الشعبان وستاذ احمد بدير وستاذ انتصار وستاذ سلوة يعني الحقيقة مجموعة تمازج ده الصراحة كمان مش بس على مستوى الفنانين وممثلين كمان على مستوى الاخراج والكتابة منشوف اجيال قديمة من المخرجين وكمان اجيال جديدة من المخرجين موجودين في مسلسلات المتحدة او حتى الكتاب والمؤلفين من شكل كبير ما اعظم ما قدم ان انا بقول لحضرتك انه في مجموعة من الاجيال يعني في جيل الوسط وفي جيل القديم يعني ما فيه الاستاذ مجدي عمل عمل على العتابات البهجة مع الدكتور مجد بعميرة طبعا مع ياحل فخران الاستاذ عبد الرحيم كمال استاذ باهر دويدار اسلام خيري محمد سلامة لا يعني فيه احمد حسن مرقص عادل يعني فيه مجموعة من المخرجين الشباب والمخرجين الجيل القديم كمان مصرح الجامعة محطة مهمة جدا وبعدين دايما بنشوف كده في حياة اي فنان سواء يعني مخرج او حتى ممثل محطة مصرح الجامعة محطة مهمة جدا هي الطاقة او المخزن زي ما بقوله او مصنع توليد النجوم ليك تجربة مهمة جدا في مصرح الجامعة وشايف انها ممكن تقدم لنا اصوات فنية جديدة تعزز حياة الفنية يعني انا انا خارج من مصرح الجامعة انا ومجموعة كبيرة من الاساس زي ما اقوله حدث الاساس مصطفى شحبان المخرج الكبير اساس خالد جلال جامعة القاهرة مصرح جامعة اه جامعة القاهرة اه اساس نجم فاتح عبدالوهاب يعني يعني انت مصرح الجامعة طلع نجوم كتير جدا موجودين دلوقتي على الساحة اه كان جوم يعني بيعملوا اعمال اه باساميهم لغاية اه جيل الجديد لغاية علي الربيع وقسقس وكل الاجيال الجديدة كمان وهم خارجين مصرح الجامعة تجربة مصرح الجامعة تجربة مهمة جدا 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 لانها اثرت الحياة الفنية في مصر بشكل كويس الجامعة هي الرافض الاساسي في الاول مصرح الجامعة اللي منه ممثلين كتير ومخرجين اتمرنوا واتدربوا وعملوا عروضهم في المصرح الجامعي اللي خرجوا بعد كده للاحتراف تكملوا في دراستهم الاكاديمية ثم بقوا موجودين في السوق يعني هشام يعني الاداري او هشام المخرج او هشام الممثل ايه الخطوة الجاية اللي انت عايز تاخدها حلمك ايه يعني لو عايز كده حاجة يعني غير بطولة طبعا يعني بس ايه حلمك تاني عايز تعملي بطولة نشوف بطولة سنة الجاية نشوف مسلسل باسم شبه ان شاء الله يعني ربنا كريم انا حلمي ان انا اشتغل على نفسي اكتر يعني حاول اكتهد عشان ارجع مرة تانية انا 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 مازلت موجود في الوزارة انا مستشار الوزيرة للانشاة الثقافية والفنية في وزارة الثقافة انا قديت دوري على مدار عملي في وزارة الثقافة بداية من مصرح الشباب والطليعة ولهناجر ايه لان بقيت في الاية العامة لأصول الثقافة هرجع اخرج بقى يعني هقدر اقدم اعمال مصرحية مرة اخرى هرجع امسل حاسس ان انت جواك لسه تقل الاخراج اكتر من التمثيل ولا تمثيل اكتر اه لا والله انا انا في بدايتي كنت ممثل اه نشتنين ابداعات اجمل وادوار اجمل كمان من دياب الاصفر ان شاء الله تكسر الدنيا سواء في الاخراج او في التمثيل نورتنا وشرفتنا بنبريك لك الدور الجميل دياب الاصفر في مسلسل المعلم كل سلامة طيبة شكرا